السلام عليكم وصباح النور على الجميع مرحبا بكم في قناتي مجددا معكم اسيا يعني ما بطيتش عليكم وهذا لسبب اني عملت لكم نصف يعني الوصفة عملت لكم كريمة الموسلين عنها يعني الفيديو الاخير وهذا باش نكمل الوصفة اعني لخطر هذه الاللكريمة كنت اعملت باش يتعمل بها هال الميل في هذا اليوم راح ننتقسم معكم في طريقتيا والميل في يعني يعني وصفة كلاسيكية يعني ش كونيه موي حبش الميل في لكن يعني كان طرق اللي نعمل وانا اليوم راح نعملكم طريقة جديدة وراح يعني ننتقسم مع فكرة تعالى مونكه اللي تقدون تنكهو بيه يعني وباش تبدلو باش تبدلوا الاذواق احنا نديروه نعرفوه بالفانيليا بالكافي القهوة بالكارامل يعني اذواق واذواق هاليوم راح نشوفوه مع بعض باذواق يعني جديدة ان شاء الله احنا درنا يعني يعني فكرة برك يعني باش نتفكروا مع بعض يعني المسلين تعنا كانت منكهة بفاف دو تنكة وبالسبيكولوس على هذو هما يعني النكهات اللي اخترناهم واليوم راح نشوفو يعني بالتدقيق يعني المميل انا حاولت باش نقطع الفيديو ولكن كون نقطعو يعني كتير ما كمش راح تفهمو الوصفة لذا انا يعني على قد ما قدرت عملت لاحظو كيفاش نقدروا يعني نديكوريو الميلفاي تعنا ونقدموه يعني يعني كم يقولو انفيكين فيزيو اللي يكون مشرف يشرفنا هنا اروحوا بسم الله الوصفة تعنا اللي متكونا بلادي تخمب هي العجينة على 400 غرام طاحين وعندنا 8 غرامة تعال ملح وعندنا 25 غرامة زيت يعطي قرمش العجينة وعندنا 195 غرامة مع وعندنا 5 غرامة تعال الخلي يعني احنا تقريبا عندنا طول الطاحين وزن طاحين مع نصف تعو تعمى يعني اذا درنا 500 غرامة تعال طاحين ندره ومتين وخمسين غرام تعمى صحي اذا دخلنا فيه الخل يعني والخل يعني لازم في العجينة باش ما تبدلش لونها وباش تحافظ على اللون تحها وتحافظ على يعني الرائحة تحها بعد يعني اللي نعرفو بلي الخل محافظ نروح ونبداو بسم الله نبداو اول حاجة نخلطو الخل تعمى مع الماء نسامحوني في هذا يعني في هذا العجينة هذه بالذات ما كنتش راح نصورها ولكن حاولت باش نكمل لكم يعني الوصفة بالتدقيق بس عندكم غير هاذ يعني لاباقتي هذي برق لي ما صورتاش عندنا العجين عادي نعجنوه بالما هذا كتاع الخل نزيدو الملح نديرو سعى الملح والزيت مع الدقيق ومبعد نصبو الماتعنا ونعجنوها ونكوروها ونخلوها ترتاح تقريبا خمسة دقائق خمسة عشر دقيقة ومبعد نجي ونحلوها بلا بالسكين نديروها كي شغول كروة هكا هذا باش يسهلنا كي نبسطوها جينا عبارة على كاري ولا ريكتونجل جينا مساهلة كي نخليوها ينبول ما نقطعوهاش يجينا كي نقطعوه كي نحبو نبسطو العجينة جينا مدورة احنا ما نحاول تسوش على المدورة احنا نحطو الزبدة عندنا 300 مغرام زبدة زبدة عادية ولا مورقة كي ما تحبوه المهم زبدة زبدة ديروها في طبستوها في يعني ورقة طهي وديروها نفس كي ما نقولو نصف تاع الكاري تاع العجينة تعكم طبستو العجينة طبستوها على عبارة على مستطيل وتجيو تقيسو المستطيل تاكمو النصف تاع المستطيل تديروها تعزو بدا تكون رطي تحاقد هديك وتحطوها في العجينة وتمشيوها يعني في الطول وبعد ما تمشيوها في الطول هنا نجيو نديرو كي ما نقولو لتوغ دوبل توغ دوبل عبارة على نطوي ومنجيها ونطوي ومنجيها ومبعد زيتو نطوي وجيهتين على بعضها منتحصلوا على تور دوبل تور دوبل يعني هما زوز تور دوبل تساوي ثلاثة تور سامبل يعني هي يعني تقدرو تشوفو في في جوجل وتتعلمو وتشوفو يعني اللي ما يعرفش لكن هي معروفها يعني نورمال ما انا درت هال لابات تاعي درتها عبارة على ربعة ربعات كي ما نقولو دوبل توغ تور دوبل باش في الاخير نلقا روح يدرت ستة دوار يعني بسيطة سامبل يعني من سي تور سامبل سي تور سامبل ايقال كات تور دوبل دو تور دوبل ايقال 3 تور سامبل هذي تتحسب هك يعني هنا هنا نلاحظون يعني كي نديرو تور سامبل نلقاو توجو عندنا ربع ربع طباقات في العجينة نبسطوها وكي ما قلت لكم ونجدو من جديد وندوروها غير ان كار دو تور ونعاودو نديرو ان تور دوبل تور دوبل حتا كي نديرو وبين دو دو تور دوبل روح ونحطوها شوية في في المبرد تقريبا نص ساعة باش تحكم روحها يعني كان روح بيت وشاك دو تور دوبل تورو تحطوها في المبرد يعني انا بركت الله انتم يعني احرى كل واحد والوقت اللي والمو هنا انا ما اني نصور الوقت ما هوش للصالحي هنا تحصلت على سي توق سامبل ما انا ما درتهمش سامبل درت كات توق دوبل اللي دير كات توق دوبل كأنه در سي توق سامبل كيف كيف غير التقنيات تبدل باك يعني باش روحوا بسرعة نديرو دوبل 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 سامبل يعني دوبل خير ما نكون سامبل وليكم الاختيار يعني اذا عندكم الوقت ما كان حتى مشكل المهم هذو لازم تفهموهم بين تور سامبل و تور دوبل حنا الناس يعني ممكن تفهم بلي تور دوبل سافديخ كان دو توق سامبل خطأ هو توق سامبل يساوي تور و نصف سامبل تور دوبل يساوي تور و نصف تور سامبل ما يسويش دو توق هذي هي مش تفهموهم ما برك و ندرت ربعة تور دوبل سافديخ بقاولي تحصلت على كامل ستة تور سامبل سامبل سامحوني انا نأكد في الامور هذي خطر يجيوني اسئلة كثيرة بهذا اللذيك يعني كي ما يقول لك كي ما يقوله اخوان تونسا برشا الناس ما مش فاهمين تور سامبل من تور دوبل هذي هي يعني فقط وهنا نروحونا بسطول العجنة تعنا بعد ما درنا اللي تور كات تور دوبل كل تحنا يعني ما يعادل سي تور سامبل و خليناهم ارتاحو وترتاح تقريب ساعة وهنا نجيو نعملو هذي كلا بند تحنا نطولوها على راني نقص بهذا السيركل هذا على اساس اني حابة نتحصل على تخوى السيركل انا الميل فايتاعي جلو مونت دان زان سيركل راح نطلع الميل فايتاعي راح نطلعو ونوجدو في سيركل يعني باش نسهل الامور على روحي لازم هاد الابات هذي تاعي نبسطها بسط على اساس انه يكون عندي الكافي باش ندير تروها سيركل على خطر كل الكاري راح نقصو وراح نطيبو وحدو ولازم نيكون مش غلقي ستاع السيركل هادا لازم يكون عندي زايد شوية تعرفو بدنو العجينة كي تدخل في الفرن كين طهيو العجينة تانا راح كي ما نقولو تنقص شوية كي ما يقولك تجملو روحها تجملو روحها كي تجملو روحها راح تنقص في الحجم تاعها احنا على هادا احنا نحاولو باش نطيبو كل كاري وحدو ويعني الكوبرتا يعني كي ما يقولو الابلاك ونحاولو نقصو على ثلاث كاريات يكونوا تقريبا متعادلين وبالاخص بالاخص يكونوا على الحجم تاع السيركل تاعنا اكثر شوية على خطر راح يكونوا الحواف وراح تطط شوية الابات تاعنا كي فيتي كين طيبوها يكونوا الحواف يكونوا طيبو ياس طيبو ياسر للدرجة انو مقريب يتعرقو هذا مش خطأ يعني صراحة مش خطأ على خطر لابات فيتي لازم تكون طيبة مليح لازم تكون حمرة مليح كنت طيبوها نقصة طياب ميفيتعكم غير تدلو لو الزبدة راح يطرح ما تعودش عندكم هذيك القرمشة ابدا كي يكون طيب مليح القرمشة تقعد حتى اليومين اكتر حتى الخلاث ايام يعني هذو منيقات لازم تهزوهم باعني باش نتفهموا يعني باش نعطيو لكم حواج اللي ديطاي هذو الصغيرين هما اللي ينفعوا في الوصفة الوصفة بسهلة اي اي انسان يعطيك وصفة يكتبها لكل وصفات غير هما بس صح لازم تكون الوصفة بالتدقيق ولازم نفهمو وعلاش احنا نديرو مثلا طيبو علاش ناس يشوفوا الميلفه يقولك اه طيباتو ياسر حرقاتو لا لا هذا هو الطيب تاعو وهنا لازم تاني البلاك تاعكم البلاكة لازم تعملوها على اساس انكم بلاكة تجي فوق بلاكة لازم كي تحطوا العجينة تشوفوا كيفاش رغم هنا نقوبها كي ما يقولوا شو لا بيك البلاكة لازم يكون كي مايكا ولا فرشيت فرشيتا ولا اي حاجة ولا موس ولا ونزيد نكوفريها ونحط عليها بلاكة يعني بلاكة تكون باش متخليش هذيك العجينة تاعي متخليهاش تتنفخ وجينة صعيبة باش ننمنطيوها باش نديرو الميلفه تانا هذا هو هذا سر من اسرار الميلفه ايضا هذي لازم نحطو للورق باش ما يلسقناش العجينة وبعد ما كي نحطوها تطها في الفرن ميم تبقى بيضة تبقى عجينة والمهم احنا ديجا اه اعطينا لها الشكل يعني يكون بلا ما نخافوش هذيك الساعة نحيو الورق تاعنا ونقدرو نخليوها تواصل للطهي تاحها بطريقة عادية جدا لاحظوا لازم تقول لازم ينبلاك نروح ونطهيوها على مئتين وعشرين درجة لمدة تقريب من من خمسة وثلاثي حتى خمسة وربعين بتا تخترو حتى الساعة لاحظوا كيف جراني حطيتهم ثلاثة درتهم فوق بعضاهم ومبعد فرقتهم وكيف فرقتهم كل خطرة نطلع لاخرها ونهبط نبدل يعني نبدل باش يطيبوا كل زي بعضاهم ودرتهم شالي اخطوه نوت يعني الناس اللي تعود عندهم المروحة هذي هي لاحظوا كيفاش يطيبوا يعني هنا حتى وكون طيبهم اكثر احسن هنا كون طيبهم اكثر احسن هنا يعني الفيديو تاعي يكون رح يكون اطور رح نديرو في ثلاث ايام ومحالة يعني هنا رح تديرو العجينة تاعكم لازم تكون حمرة مليح لاحظوا كيفاش تكون هكا ومبعد جيبوا تقصوا بالمام سيحكل تاعكم لطاية تاعكم اللي رح تستعملوها هذا هو اللي سيحكل اللي راني نقص به قصيت به قصيت به هذا هو اللي ندير فيه للمونتاج نقص ثلاثة كل كاري تاع عجينة نقص سيركل تاعي نقصو نقطعو نقطع يعني دائري هكا شكل دائري ندير الثلاث طبقات تاع العجينة الثاني هنا عندي الثاني والثالث ونحاول نحافظ على الشكل الدائري وهاذ الحواف ما تطيشوهم مش راهم تناولوهم يعني روعة ولي محبوش يديرو معدهم مش اللوز يعني القرقائق اللوز يديرو به هذي يدشو هذي العجينة المقرمشة ويديرو يعني الملفة التحم عادي وهنا نحطوا السيركل تاعنا اللي نكونوا مسحناه ونظفناه ونحطوا لهذا الغوبان هذا غودويدة هذا بتاع يديروه في اللي زان تخو ميديروه إذا ما عندكم مش مكان حتى مشكل ما تكسروش ريصانكم يعني يصلح بلا شي هذا الورق هذا ونجيبو كريمة الموسلين تعنا اللي رح نحط لكم الرابط في صندوق الوصف اللي عملناها في الفيديو اللي فات بالتفصيل الموميل وهنا بعد ما خليتها بردت وعملت يعني الميل لبات فيتي تاعي أهلا نجيب الكريمة تاعي تكون حاكمة روحة ونحط ديسك تاع بات فيتي اللوت ونزيد الفوق نحط للكريمة يعني طبقة من الكريمة لاحظوا كيفاش راني نحط فيها يعني ما تكون ما تكونش خشينة لطبقة ياسر وميكونش قليل على خطر ان بعد كين الضغطوا الكريمة رح تخرج وما يبقاش كون ما تديروش يعني لازم يعني بين البينين وهنا نزيد بعد ما كملت من الطبقة تاع الكريمة تاعي نجيب ديسك نجيب هذك يعني دي العجينة المورقة يعني تاعي ديسك تاعي لسخ كل تاعي تاع العجينة المورقة لفويتاج ونزيد نعاود ندير طبقة من الكريمة كريمة الموسلي المونكها بفاف تونكا وسبيكولوس اللي سبق لي وعملتها لكم ورح نخلي لكم الوصفة في صندوق الوصف ونختموا بديسك تاع بات هنا درنا ثلاث يعني طبقات تاع العجينة المورقة ونديرو ثلاث طبقات تاع الكريمة ولكن الطبقة الاخيرة تاع الكريمة لكم الأختيار أنتم البنات تحبوا تديروها ولا ما تديروهاش هي من الأحسن تديروها باش تلسق فيهم رقائق تاع اللوز ولكن إذا بغيت وما تديروش رقائق اللوز وتختموا يعني بالعجينة وتديرو غير سيكوخي غلاس يعني هذا ثاني ممكن يعني ولكن في هاد الوصفة بالذات يعني باش تكون كاملة مغطية بالرقائق اللوز لازم تديرو الكريمة باش تجي الرقائق اللوز يلسقوا في الكريمة هذه يعني كم شفتوا يعني بسيطة جدا وشيوة شوي طويلة صح يعني لازم لها وقت ولازم لها مراحل يعني الميل فيتعنا متكون من يعني بضع يعني وصفات عن الكريم باتيسيا عن الكريم موسلين ومبعدرنا العجينة المورقة وهذه هما يعني ثلاث وصفات وهنا بعد ما حطيته تقريبا حطوه يا البنات حتى ثلاث سوية ولا أكثر في المبرد أنا ما كانش عندي الوقت وراح تظلام علي الدنيا يعني اضطريت باش نخرجه بعد تقريبا منبها نصف ساعة وهنا يعني ما كان حتى مشكل الكريمة تحكم روحها مجرد انكم تخلوها ثلاثين دقيقة راح تحكم روحها وهنا نغطوه كامل بالرقائق اللوز يعني راح يتكون واحدة طعمة يعني يعني لا تقاوم روعة روعة هذا جربوه هذا الميل في وراح تكونوا بإذن الله تنجحوا فيه وتبعوا يعني لما راح لتعلى الوصفات اللي يعطيتها لكم بإذن الله راح تنجحوا فيها وراح تتمتعوا بهذا الميل في ولا أرواع ولا أرواع خير من المخابز خير من خاطر تعملوه بيديكم تعملوه بمواد يعني آآ يعني طبيعية ما كيفش راح تدخلوا فيه أمور اللي ربي يعني مشكين أنا راح تعملوا واحد الميل في ولا أرواع راح تعملوه بيديكم يعني هذا هو اللي بليزر كيم يقولوا وهنا تزينو كما تحبونا زينتوا بهذا يعني راح ندير آن غابال يعني راح نتفكروا بلي هذ الميل في روم منكه بالفيف تونكا وشوية يعني ورق ذهبي ولا فضي ولا ما كانش ولا كما تحبو إن شاء الله تكونوا وصفتها اليوم عجبتكم وإن شاء الله هنكونوا وفينا بوعدنا وما تنسوش تتقاسموا يعني القناة مع الأصدقاء وتدعيونا إن شاء الله هولي ما هوش أبوني أبوني ونعطيكم يعني موعد إن شاء الله بوصفات أخرى بإذن الله راح تكون يعني لحسب طلباتكم إذا بغيتوا وصفات حطوا لي في صندوق الوصف حطوا لي في الكومنتر عفوا وانا بإذن الله اللبي الرغبة بإذن الله كونوا أوفية ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا